تسعى إيران لتوسيع نطاق نفوذها وسيطرتها على الأراضي السورية آخر التحركات الإيرانية في هذا الإطار كانت في محافظة الحسكة حيث تسعى الميليشيات الإيرانية هناك للاقتراب من القواعد الأمريكية وتقوية نفوذها مصادر في المعارضة تحدثت عن لقاء جرى بين قيادات لقوات النظام في الفوج 123 المعروف باسم فوج كوكب بريف الحسكة ووفد عسكري تابع للحرس الثوري الإيراني بحراسة من الفرق الرابع وبحسب المصادر يعمل الحرس الثوري الإيراني من خلال هذا اللقاء في فوج كوكب وهو الموقع العسكري الأكبر لقوات النظام في ريف الحسكة ويضم مهبط مروحيات ومستودعات عسكرية وما يزيد عن 1500 مقاتل من قوات النظام والميليشيات الداعمة له على خلق مساحة إيرانية في المنطقة من خلال إنشاء كيان عسكري ثابت داخل الفوج على عكس الوجود السابق الذي اقتصر على بعض الإداريين الذين تم سحبهم خلال الأشهر الماضية نحو مطار القامش للعسكري ويتنافس الإيرانيون والروس في المنطقة الشرقية من سوريا حيث يحاول الروس التمدد باتجاه مناطق سيطرة الميليشيا الكردية فيما يحاول الإيرانيون الحفاظ على منطقة الميادين والبوكمال شرق محافظة دير الزور كذلك يمتد التنافس إلى المناطق التي يمكن أن تنسحب منها الولايات المتحدة الأمريكية حيث أن كلا الطرفين يريد تثبيت قواعد له في المنطقة وتسعى إيران لأن تكون قريبة من القواعد الأمريكية بمنطقة الشداد بريف الحسكة حيث أن فوج كوكب قريب منها وتوجد فيها أكبر القواعد الأمريكية والتي بات الوجود الإيراني قربها مصدر تهديد لها في حال حدوث أي صدام في دير الزوري أو الحسكة